حكمت أراضي وسعة من شرق سوريا باسم الديمقراطية لم تعطي أصحاب الأرض حقوقهم حربت القبائل العربية شرقية الفرات جندت أطفالهم للقتال مع تنظيم حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا لدى عدة دول تتهم بخطف القاصرات وإرسالهن إلى معسكرات التجنيد الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تصدر ما يسمى العقد الاجتماعي وهو مشروع يقول مراقبون إنه مشروع انفصال قصد التي جاءت بأيدولوجيا تخالف العرف الاجتماعي في المنطقة تصدر اليوم ما قالت إنه العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وذلك في خطوة مشابهة للصيغة المعتمدة بتوصيف كردستان العراق بإقليم كردستان مشروع الإدارة الذاتية الجديد الذي ترفضه شريحة واسعة من السوريين يحتوي على أربعة أبواب بمائة وأربع وثلاثين مادة منها ما يتحدث عن الحقوق والحريات الأساسية التي اتهمت قصد بانتهاكها جملة وتفصيلة خصوصا بما يتعلق بحقوق الأطفال والنساء فضلا عن التغيير الديمقرافي الذي مرسته قصد بحق أهالي القرى والبلدات العربية في الحسكة والرقة ودير الزور العقد الاجتماعي الجديد لقصد يأتي بعد نحو عقد من الزمن على خروج مشروعها في الأراضي السورية ومذ ذاك الحين يؤكد المسؤولون في التنظيم أن مشروعهم لا يمس وحدة الأراضي السورية وهذا ما أنكره الواقع الميداني إذ إن جميع سياسات وممارسات قصد تتهمها بالانفصال عن سوريا وأيضا أكد مسؤولون سابقون في قصد أن قرارها يأتي من جبال قنديل وأن مشروعها يطمح للانفصال ويناكف كل المشاريع بما فيها الكردية لم يكن الانتهاك الأول سبق أن تلاعبت الإدارة الذاتية بالمناهج التعليمية وأدخلت فيها أفكارا ترفضها بيئة الفرات وأيضا تعاملت مع النظام فأمدته بالنفط وثروات سوريا الباطنية كما قاتلت فصائل المعارضة في الوقت الذي رفضت فيه قتال الميليشيات الإيرانية التي عاثت في سوريا